صد سوداني 24 موجز إخباري جديد تصدى الجيش السوداني اليوم الجمعة لهجوم من قوات الدعم السريع المتمردة استهدف قرى ومناطق شرق ولاية الجزيرة وأكد شهود عيان وقوع اشتباكات في عدد من قرى شرق الجزيرة وتدخل الطيران الحربي مما أدى إلى تشتت وفرار قوات العدو تجاه سهل المطانة ودفع الجيش السوداني بتعزيزات عسكرية كبيرة من الفرقة الأولى مشاء تجاه كبرحان توم داخل مدينة ودمدني لمنع تسلل أي عناصر من التمرد وقال شهود عيان إن الحياة استمرت داخل مدينة ودمدني بصورة طبيعية في الأسواق وشوارع المدينة مع انتشار واسع لقوات الشرطة أعلنت واشنطن إجراء تعديلاتنا في قانون جرائم الحرب في أمريكا وذلك من أجل السماح للمحاكم الأمريكية بممارسة الولاية القضائية على جرائم الحرب التي ترتكب في وضع مثل دارفور وقالت سفيرة الولايات المتحدة المتجولة للعدالة الجنائية العالمية بيثفانشاك في تصريحات صحفية إن تقارير موثوقة تؤكد ارتكاب قوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لها جرائم حرب ضد المجتمعات الأفريقية الأخرى وتطلق النار على الأشخاص الذين يفرون يائسين للنجاة بحياتهم وتسرق كل شيء ذي قيمة وأضافت بناء على مراجعة دقيقة للحقائق والتحليل القانوني توصل وزير الخارجية مؤخرا إلى أن أفراد قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معهم ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا في دارفور أعرب وزير الخارجية الصفير علي الصادق عن بالغ شكره لمنظمة الصحة العالمية للدعم الكبير الذي ظل تقدمه للإسجابة للأوضاع الصحية الحرجة التي نتجت إزاء الحرب في السودان والتقى وزير الخارجية على هامش مشاركته في المنتدى العالمي للاجئين بجنيف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية واستعرض وزير الخارجية تداعيات الحرب على الأوضاع الصحية مشيرا إلى أن التمرد درج على احتلال المستشفيات وتحويلها إلى ثكنات عسكرية في انتهاك سارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف من جانبه عبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن أسفه إلى ما آلت إليه الأوضاع الصحية في السودان مشيرا إلى أن السودان ظلت من أهم أولويات فريق عمل المنظمة ووعد مدير المنظمة بتقديم الدعم اللازم من خلال ميزانية الطوارئ وزيادة الموارد المخصصة للبرامج للعام المقبل وجه مجلس وزراء حكومة ولايته كسلا بضرورة الانتظام في سداد مرتبات العاملين بالولاية للإيفاء باستحقاقات العاملين كأولوية قصوة واستمع مجلس وزراء الولاية إلى تنوير من الوالي حول الأوضاع الأمنية والترتيبات التي اتخذتها الأجهزة في تأمين الولاية وأخذ المجلس علما بما تم الاتفاق عليه بين الولا في مؤتمر حكام الأقاليم الذي انعقد بالقضارف والقاضي بتأمين سهل البطانة بالتنسيق بين ولاية الخرطوم القضارف الجزيرة نهر النيل وكسلا أصدر نائبه لولاية غرب كردفان آدم كرشمن ردين قرارا قضى بتشكيل لجنة مجتمعية أمنية لحقول البترول بالولاية وذلك بعد الأحداث التي شهدها حق لبلين النفط مؤخرا ومنح القرار اللجنة اختصاصات تبثلت في تعزيز قدرات المجتمع وشحز الهمم لحماية حقول البترول وتفعيل المجتمعات والتنسيق مع الحكومة والشركات العاملة في المجال وذلك فيما يختص بالدور المجتمعي في حماية حقول النفط وأعطى القرار أيضا اللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا في تنفيذ مهامها موجها الأمانة العامة لحكومة الولاية ورئيس وعضاء اللجنة وجهات ذات الصلة بوضع القرار موضع التنفيذ أعلن وكيل وزارة التجارة والتموين عبد الباقي عيسى عن إجراءات لتطوير صادرات الماشية ومنع التشوهات في هذا القطع والعمل على مراجعة كل إجراءات السجيل التجاري والعمل على تحفيز الشركات التي تلتزم بسداد الرسوم الحكومية واتفقد وكيل وزارة التجارة ورئيس لجنة تطوير قطع صادرات المعادن والثروة الحيوانية والزراعية محجر سواكل الصادرات وذلك بحضور أعضاء اللجنة التي تضم جهات الإختصاص بالإضافة لممثلين من اتحاد مصدر الماشية من جانبه قال صالح صلاح رئيس مجلس صادر الماشية إن اللجنة عملت على تصحيح كثير من الممارسات مثل الالتزام بالأوزان بحيث لا يتجاوز الطن من الضاني 40 رأسا ومتوسط وزن الرأس من الضاني 25 كيلوجرام وذلك حسب القوانين والإجراءات المتفق عليها كشف والي الخرطم أحمد عثمان حمزة عن اتصالات ائتمت مع إدارة سجون السودان لتحديد سجون المحكومين ووسائل ترحيلهم أكد قائد الفرقة الأولى مشرى بولاية الجزيرة وسط السودان اللواء الركن أحمد الطيب تصدي القوات المسلحة لهجوم من غاشم شنتهم ميليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة على قرى شرق الجزيرة وتكبيدها خصائر كبيرة في المركبات والأسلحة والأفراد وقال اللواء أحمد الطيب في تصريحات ظهر اليوم من مقر قيادة الفرقة الأولى إن استهداف الميليشيا لقرى شرق الجزيرة يأتي مواصلة لانتهاكاتها على النازحين والمواطنين وتحديها المستمر للقوانين الدولية نهاية موجز الأخبار قدمته لكم ريمدريس